في الحلقات الماضية أنا هربت من الجدة وبعدها هربت برضو من الجد والجدة واليوم قررت أني أرجع لهم في قراني ثري عشان يتفاهم ويسامحوني لأن أكيد في سؤفهم فطبعاً يعني إذا أنت تبغى تروح عند الجدة ما ينفع تروح بيدك فاضية لازم تجيب له هدية وأنتم تعرفون الجدة تمو أي هدية تعجبها فأنا عندي هدية بتأكد أنها كذا راح تنبسط عليها جبت لها يا جماعة عسل رشوف عسل أصلي وطبيعي 100% وجاي من الغابات السوداء الأوروبية شوف بس كفيجي مغلف ومحفوظ بأكثر من طبقة عشان ما يخرب يعني والله فخامة شوف بس كف الفخامة وما يحتاج طبعاً أقول لكم فواداء العسل الكثيرة مرة كان كل الناس ينصحون فيه أي أحد كي يصر أي شيء يخذ عسل اللي يقول لك خذ لك ملعقة على الريق اللي يقول لك أي شيء تحس كي يخذ لك عسل اللي يقول لك تقدر تر تستبدل وبدال السكر وغاصل جماعة الضحم مع عدت المدارس بس لازم تأخذونه عشان ما يعدكم تصير أقوى ولكن من جهزان أكيد يبغي يسألني هذا السؤال بس ما عليك يب جربت على الممرسى وربي والصوري يا شماعة العسل والله مرة رهيب لا يفوتكم حتى ينفع أنك تهدي الأحبابك لأن تغليفه مرة رهيب يعني عن من جد أحد أوكي رح يعطي القرآن في اللعبة بس أنا من جد رح يعطي بوكس واحد جدتي كما تطلبوه فعليكم نضبطكم بكود خاص متميز تي كابيتل والباقي سمول أوكي رح يخصم لكم عشرة بالمئة وراح حطاكم بجميع الرابط في الوصل اللي بغي يطلبوه والآن خلونا نواجه قراني يا شماعة رح حط الصعوبة على ايزي بس والله ما توقع أخلص الجد والجدة الجد معي شهدقا وسلندرينا وهذه أول مواجهة لها سلندرينا المواجهة للجدة مالذي مالذي المترجم للقناة 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 المترجم للقناة